أمور هذه ما تفوتش ولازم هذه الأمور ترفع للمنظمات الحقوقية لأن هذه العصابة تخاف ما تحشمش نزار الآن ممنوع يخرج من الجزائر مرعوب لأنه خلاص خرج اتهامه بأنه مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية هاو المجرم هذا هو المسؤول على البحرية قدوا صورته وديروا بحث بأسمه فقط بن مدح محفوظ ديروا بن مدح محفوظ هاكي صور له في جوان اللي فات باللباس الأبيض على مارين زا ما يمد في الإقراد هذا مجرم كبير هذا واللي قبله وكل قادة القوات البحرية اللي ماتوا واطلقوا الرصاص على جزائريين في وقتهم هذون مجرمي حرب ويجب ما يسكتوش عليهم راي السكوت على موت مظلوم واحد يفتح الباب إلى قتل عشرة الألاف كما حدث في التسعينات راي اطلاقهم الرصاص على جزائريين والجزائريين السكتو رايك معناها رايك تقول له مرة الجاية يطلقها لنقع رغم هذا الخنازير عزاكم الله كلاب ما نقوله هاش عليهم والخنازير عشرف منهم رغم يخافوا ما يحشموش وراه لي رعبهم مننا وعلى رغم ديني هذه الحملات وجيب الحليمة ودين مش حال من فيلم لأننا لا نقبل لا نقبل بقتل جزائريين بحجرة جزائريين بل نحن لا نقبل بقتل أي كان ظلما وعدوانا بل لا نقبل بقتل حيوانات ظلما وعدوانا ها وعلا شرم سلطين علينا كلابهم وأذنابهم وأتباحهم والثورة المضادة والخبثاء وكل شيء أما ابن حليمة فهو رجل مقاوم ونحن نعرف أنه في أيدي عصابة إجرامية والله من مستنا شعر ما قلش تعراسي شعرات هذوك صغار لي في الأصبع الرجلين والله ما يتحركوا بل بالعكس زادون قوة وعزيمة وثباتوا بين الجزائريين من هم اللي رغم يواجهوا فيهم فهذا طبعا المسئولية هنا تقع على قائد القوة البحرية وعلى الجنرال المكلف بالنحية الغربية وعلى قائد الناحية العسكرية الثانية ناحية الغربية قد هو مسئول أيضا وعلى قائد القوة الجيش رئيس هيئة الأركان شنغريحة هذه الأربعة مسئولين مباشرة وبعدين نشوفوا شكون اللي كانوا في تلك الفترة شكون اللي كان كابيتان شكون اللي كان كوموندو ما عندهم شون يروح غير الحال وكل هذه الملفات توجد والشهادات والناس تقول شكون كان شكون هؤلاء مجرمي حرب في انتظار الشعب الجزائري يحقق دولته ويحاكمهم على الأقل حطوا صورهم وكتبوا صورهم لأنهم يخافوا ما يحشموش ويخافوا من الخارج هذا المجرم هذا انتع القوات البحرية لو كان يخرج اسمه بن مدح محفوظ هذا وينتشر يقول لي يخاف يروح لأوروبا يقول لي يخاف يروح لأي مدينة أوروبية لأنه ممكن يلقى القبض عليه كمجرم حرب خافوا من الأوروبيين فقط ما يخافوا من ربي ما يخافوا من الشعب الجزائري ما يخافوا من ما عندهم ضمير ما عندهم أخلاق ما عندهم ولا شيء يخافوا فقط من الغربيين يركعوهم أسيادهم على لعنة الله على الظالمين